السلام عليكم أهلا بكم في المحاضرة الثامنة من اللغة الإنجليزية لمنهج New Headway Plus Beginner Level أنوان المحاضرة أين أعيش الهدف من المحاضرة التعرف على أسماء غرف المنزل وقطع الأثار وشرح استخدام حروف الجر مع الأماكن والتعرف على الاتجاهات والآن استمع إلى المقطع التالي الذي يوضح أسماء الغرف باللغة الإنجليزية Unit 8 Tape Script 8.1 Rooms of a House Bathroom Bedroom Kitchen Dining Room Living Room والآن لنترجم أسماء هذه الغرف Pathroom Pathroom وتعني الحمام Bedroom Bedroom وتعني غرفة النوم Kitchen Kitchen وتعني المطبخ Dining Room Dining Room وتعني غرفة الطعام Living Room Living Room وتعني غرفة المعيشة والآن استمع إلى نطق الأشياء الموجودة في البيت واكتب أرقامها في المربعات الفارغة Tape Script 8.2 Things in a House A bed A cooker A sofa A TV A shower A toilet A table A fridge An armchair An armchair A lamp A lamp A picture A magazine A DVD player A laptop A desk والآن نترجم هذه الكلمات A bed سرير A coca طباخ A sofa A rica A TV A A magazine A DVD player مشاغل أقراص الديفدي ألابتوب حاسوب محمول أديسك منظدة والآن استمع إلى الفتاة روبرت وهو يشرح محتويات غرفة المعيشة وأكمل الفراغات أسفل و الآن استفع و أعد قراءة الجمال التعليم و الآن ننتقل إلى استخدام ذير للإشارة إلى الأشياء في حالة المثبت المفرد نقول أما في حالة النفي فنضع not بعد الفعل المساعد أما في حالة السؤال فنبدأ بدكر الفعل المساعد قبل there يفضل مع الجمع استخدام كلمة أني وتعني أي فمثلاً هل يوجد أي صورة؟ والآن استمع إلى محادثة الفتاة روبورت مع أمه لتتدرب على طريقة السؤال والإجابة على الأشياء والآن ننتقل إلى شرح أهم حروف الجر المستخدمة مع الأماكن لدينا حرف الجر إن ويعني في ويستخدم للإشارة إلى الأشياء التي توجد داخل أشياء أخرى حرف الجر on ويعني على ويستخدم للإشارة إلى الأشياء التي تكون فوق أشياء أخرى حرف الجر under ويعني تحت ويستخدم للإشارة إلى الأشياء التي توجد أسفل أشياء أخرى حرف الجر next to ويعني بجانب ويستخدم للإشارة إلى الأشياء التي تكون بقرب أشياء أخرى والآن املأ الفراغات التالية بحروف الجر المناسبة للأشياء التي ذكرت في الصورة قبل سماء الإجابة الصحيح والآن قم بترتيب الكلمات التالية لتحصل على جملة سؤال عن شيء معين ثم تأكد من حلك بالسماع الإجابة الصحيحة تابسcript 8.7 Questions and Answers 1. Do you live in a house or a flat? 2. How many bedrooms are there? 3. Is there a phone in the kitchen? 4. Is there a television in the living room? 5. 5. Is there a DVD player under the television? 6. Are there a lot of books in your bedroom? 7. Are there any pictures on the wall? اسمع إلى المقطع التالي وحدد اسم الغرفة التي يتكلام عنها 4. TapeScript 8.8 5. Which room is it? 5. There's a cat on the sofa and there's a phone on a small table next to the sofa. 5. 6. There's a CD player with some CDs under it. 7. Not a lot of CDs. There isn't a TV and there aren't any pictures or photographs on the walls There's one lamp It's next to the table with the phone There are two tables and two armchairs There are some books under one of the tables والآن لنقم معا باختيار الجملة الصحيحة بين كل جملتين One, is a sofa in the living room? Is there a sofa in the living room? الجملة الثانية هي الصحيحة لأنه يجب استخدام there عند السؤال عن وجود الأشياء أو لا Two, there is a DVD player on the floor There is a DVD player on the floor الجملة الثانية هي الصحيحة لأننا نستخدم A مع المفرد النكرة Three, are there a poster on the wall? Are there any posters on the wall? الجملة الثانية هي الصحيحة لأننا نتكلم عن جمع فنستخدم posters Four, my keys are in the drawers My keys are on the drawers الجملة الأولى هي الصحيحة لأننا نتكلم عن وجود المفاتيح داخل المجر وليس فوقها Five, the lamp is next to the bed The lamp is next to the bed الجملة الأولى هي الصحيحة لأننا نتكلم عن جمع فنستخدم والآن استمع إلى المحادثة التالية ورتب الأسئلة التالية حسب تسلسل ذكرها في المحادثة TapeScript 8.9 Vancouver, the best city in the world Vancouver is called the best city in the world. Why? Is it the spectacular mountains? The beautiful beaches? The excellent shops and restaurants? It's all of this and more! Where is it? Vancouver is in southwest Canada, next to the Pacific Ocean, 24 miles from the U.S. border. When to go It is always a good time to visit Vancouver. The weather is never too cold or too hot. It is warm and sunny in summer, but it rains a lot in autumn and winter. What to do In spring, go skiing in the mountains in the morning and relax on the beach in the afternoon. In summer, go swimming, sailing, or fishing, or go walking in North America's biggest park, Stanley Park. There are excellent shops in Yaletown, and there is also theater of every sort. Vancouver is the city of festivals. Where to eat? Vancouver is a cosmopolitan city, so there are French, Italian, Japanese, Indian, Thai, and Chinese restaurants. Vancouver's Chinatown is the second biggest in North America, after San Francisco. There is also a lot of delicious fresh seafood. In the busy city center, there are some excellent, expensive hotels. The beautiful Fairmont Hotel is $400 a night, but next to the sea, there are a lot of cheap, comfortable hotels from $59 a night. How to travel You don't need a car in Vancouver. There are slow, old trolley buses, and there is the fast, modern sky train. Take the ferry. It is a great way to see the city. والآن قم بالإجابة عن الأسئلة التالية بعد سماعك للمحادثة. ثم تأكد من إجابتك بقراءة القطعة التالية. والآن لنملأ سوية الجدول بالصفات المناسبة حول الأشياء المذكورة في القطعة. الصفات المتعلقة بسيتي هي Busy Composition Composition تعني تركيبة سكانية مختلفة Mountains Spectacular وتعني مذهلة Beaches Relax وتعني استرخاء Shops and restaurants Excellent وتعني ممتازة The weather Warm and sunny دافئة ومشمسة Seafood Delicious and fresh طازجة ولذيذة Hotels Excellent Expensive Cheap and comfortable Trolley buses Old and slow Sky train Fast and modern Fast and modern والآن استمع إلى المقطع التالي حول حياة ستيف وزوجته وضع ألامة صحف المربعات أمام الأشياء التي يتحدث عنها Tape Script 8.10 My Hometown Hi! My name's Steve and I live in Vancouver. I work at an international bank in the center of the city, but I live in English Bay near the beach. I have a small apartment there. I have a small apartment there. Vancouver's a great city. It's really cosmopolitan. People from all over the world live here. Every Friday after work, my wife and I go to Chinatown and have delicious Chinese food. It's my favorite. I like the weather because it's never too hot or too cold, but it rains a lot and I don't like that. I work hard and I play hard. I love sport and Vancouver's good for so many sports. In winter, I go skiing every weekend. I like snowboarding, too. In summer, I go swimming and I play golf. I often go cycling with my wife. Sometimes, we cycle along the Vancouver seawall to the park, Stanley Park. The mountains look fantastic from there. Why doesn't everyone want to live in Vancouver? It's the best place to live in the world. Now, let's answer to the next question that's related to Steve's life. 1. When does Steve work? In international bank in the center of the city. 2. Where does he live? He lives in English Bay. 3. Is his apartment big? No. 4. What's his favorite food? Chinese food. 5. Where does he go with his wife after work? To the restaurant. 6. What sports does Steve like? 5. Skiing. Snowboarding. 6. Swimming. And playing golf. 7. Where does he cycle with his wife? In Stanley Park. 8. Does he always like the weather? No. Let's listen to the previous conversations, then we'll get the schedule on the subject that he talks about Steve and what he talks about. Tape Script 8.11 Who is it? Conversation 1 Morning. Monday again. Yeah. I hate Mondays. And it's another busy day. I know. I have three meetings this morning. Conversation 2 Hi. Can I meet you after work? Yeah. That's great. 6 o'clock okay? We can go to that restaurant next to the Chinese supermarket. Fine. I want to go there again. The food's delicious. Conversation 3 Oh, no. Rain again. Well, it's not so bad. Yes, it is. The sky's really black. You're right. No golf today, then. Conversation 4 It's a lovely afternoon. Do you want to go out? Yeah. Where do you want to go? What about Stanley Park? Great. I love that park. The mountains look fantastic from there. Come on, then. Let's get the bikes. Turn right. Turn left. Turn left. لغت. إنعطف يساراً. Go straight on. استمر kim pakman. استمر fil amam. 16 استمعraine المحادثة التالية, وحدد الاماكن التي يتحدث عنها. علمون الاخرشعرove من المحادثة من الاسفل مع كل جملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر